نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السدادة والتوفيق يا رب العالمين نبدأ معكم ومع انطلاقة شوطنا التاسع لنتابع معكم هذه الشعارات الحاضرة المتواجدة والمتنافسة على أرضية ميدار التحدي الله يا هذا الشوط لما يضمن اسماء كبيرة متواجدة وباحثة عن كلمة الناموس الغالية في هذا المهرجان الغالي في هذا المهرجان لتواجد أيضا القوة في هذه الأشواط ومع سن اللقاية والملتقى الأخوي لشعارات أبناء القبائل أبدأوا مع أول المراكز لأتابع المقدم الضبي محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذب المري المركز الثاني التقدم مشاهدين الكرام الوصول من الساعية بخيت بسالة بن محمد الفاتوح المري يقدم لنا الساعية بانطلاق الثاني التحديات المركز الثالث الواصلة على ثالث المراكز المتقدمة جوت لمحمد بن شامس بن عتيق العامري والمركز الرابع أتابع غند أسعيد بسلطة بخميس الأعويسي وخامس المراكز شعار بن جهيم مع انطلاقة وتقدم وزن عبدالله بن علي بن راشد بن جهيم المري هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأول الحاضرة والباحث عن النموس وعن سيارة هذا الشوط تيوتا لاند كلوسر جي اكس هار هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن سيحظى بأول المراكز ولا ننسى مادة الزعفران هذه المادة اللي تكرم بها الثلاثة المراكز الأولى أعود إلى أول المراكز لأتابع المقدمة لأشاهد أول المراكز الله يضبي الضبي على المركز الأول كذب الجافلة تقود الأسماء تسيطر على زمام الأمور هذه اللي منطلقة على المركز الأول تحمل لنا شعار الزعبي ولكن بمالكية محمد بن حمد بن راشد العذب من يمتلك هذه البطلة المتواجدة والزعبي غود هذه عملية التضمير المركز الثاني أتابع على ثاني تحديات تقدم وصول وجود وجود تعلن الوجود على أرضيته هذا الميدان لتتواجد بالانطلاق لمحمد بن شامس بن عتيق العامري المركز الثاني هذا أشعار الشلفة اللي شادناه في هذا المساء كان لحضور مميز حينما انتزع أيضا الشلفة هذا المقامر الشاب اللي تابع بعملية التضمير المركز الثالث الواصل على ثالث المراكز وتابع تقدم القصوة علي بسلطان بن علي ألعى للمحاضيذ المركز الرابع وتابع شعار بن فاتوة غادم على رابع المراكز الساعية اللي ساعية للناموس بانطلاقتها بخيت بالسالة بن محمد بن بخيت الفاتوة المري وشعار اللورد يصل على المركز الخامس ليتقدم بانطلاقة الهملة محمد بن عبد الله بن سعيد آل عيدة على المركز الخامس اتسلل شعارة إلى المركز الرابع يا العيدة بن السينية يتابعونك ويطالبونك بسلام وناموس في هذا المساء الله إن أن نتابع أيضا المقدمة نشاهد الضبي الضبي وعلامة الجودة على رأسها كرمت في المهرجانات الماضية وتحضر في هذا المهرجان لتكرم أيضا بمادة الزعفرات وفي رصيدة سيارتين تبحث عن الثالثة تبحث عن الثالثة يلا يا الزعبي يلا الكيلو الأخير كيلو العمليات كيلو الصراع كيلو النزاع جود غادمة ولكن القدوم من الحملة الحملة بدأت تهتمل ليصطدارة لتنطلق إلى الناموس بشعار العيدة محمد بن عبد الله بن سعيد العيدة على المركز الثالث يتابحها بالراية اللي رفع راية المنافسة بهذه الانطلاقة لآخر الضبي الله الضبي على المركز الأول الحملة على المركز الثالث المركز الثالث القدوم 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 من قبل شعار الهواجر قادمين على المركز الثالث مع تقدم سيوف سعيد بن محسن الزايد الآجري لكن الصدارة المقدمة مع الضبي الله يا الضبي الضبي السيارة الثالثة في طريقة لصالح الضبي مع المركز الأول الحملة الضبي العيدة لنالك العذبة مع الضبي اللحظات الأخيرة بين شعف والقادم هل العيرية واصلين لكن الناموس ما زال حاير ما بين الأسماء ما بين الأسماء الضبي السيارة الثالثة سلام وتحية واحترام لمالك الزايد الضبي محمد بن عمد بن راشد العذبة ولاه انتم مشكور يا الزعبي مشكور يا بوبطي مشكور من قدم لنا الضبي منذ الانطلاقة حتى خط النهاية وظافة السيارة الثالثة الثاني والتبريكات المركز الثاني وصلت الهملة محمد بن عبدالله بن سعيد العيدة المركز الثالث وصلت رقد علي بن محمد شعفول المري المركز الرابع كان الوصول من غبل مياسة صالح بن ذهيد بن ناصر العجمي خامس المراكز وصلت حمد الكريم سيوف السعيد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري وبمتابعة بوهلال إذن تابعنا هذه المنافسة شاهدنا هذه الانطلاقة الناموس لمالك الضبي سبع دقائق ثلاثة ثلاثة ستة الزامن الثانية التاني تبرك عن محمد بن حمد بن راشد العذبة المري والتهلك بوبطي من قدم لنا الضبي وحصلت على السيارة الثالثة وظافت هذه السيارة لرصيدها الحافل بالانجازات المركز الثاني وصلت الهملة توقيتها الزمني سبع دقائق أربعة وثلاثين خمسة الزامن الثانية التاني تبرك عن محمد بن عبد الله بن سعيد العيدة على حصول الهملة على المركز الثاني ومركز الثالث كان الوصول من رقد اللي فاجأتها من لحظات الأخيرة التوغيط الزمني سبع دقائق خمسة وثلاثين بالوفاء والتمام بدون أي جزء الثانية التاني تبركات لمالك رغد علي بن محمد آل شعفول المري والتاني لعلي بن مسعود من تابع رغد حتى خط النهاية